وافق مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه اليوم على البدء في مشروع تجديد أرضية صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وذلك وفق أفضل الخامات والمعايير العالمية لخدمة فرق النادي المختلفة ده في إطار اللي حضراتكم عارفينه أن النادي الأهلي ومجلس إدارته خلال هذه الفترة دائم كابتن محمود ومجلس الإدارة بالكامل دائم الحرص على تنفيذ كل ما تم وعد بجمعية العمومية بيتم تنفيذه خلال هذه الفترة مهما كانت العقبات ومهما كانت الأمور الاقتصادية ومهما كانت كل حاجة ولكن هناك وعد من مجلس إدارة النادي الأهلي بتنفيذ أمور معينة سيتم تنفيذها أنا بقول لحضراتكم أنا أعلم تماما كابتن محمود وأعلم تماما المجلس اللي موجود عندما يقولوا لحضراتكم هذا المجلس عندما يقول أن أنا هعمل 1-2-3 هيعمل 1-2-3 عشان كده قرر مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة أيضا خلال هذا الاجتماع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الرياضية في المراحل السنية المبكرة تشجيعا للمواهب المختلفة وتوفير البيئة المثالية لهذه الكوادر للوصول لأفضل المستوات وده اللي حيعمله النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة أيضا استدعى المجلس المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة للقوف على آخر المستجدات في ملف الإنشاءات الحالية بمقر النادي بالشيخ زايد ومتابعة تنفيذ مشروع حمام السباحة الجديد بعد استلام الشركة المنفذة للأرض والبدء في أعمال الحفر كما أكد المجلس افتتاح المسجد الجديد بفرع زايد لاستقبال المصلين في شهر رمضان المقبل واستعراض المجلس مع المستشار الهندسي المخطط العام للربط بين جميع المناطق بفرع زايد والمشروعات التي تم افتتاحها في الفترة السابقة من هذه المشروعات التي تم افتتاحها ملاعب كرة القدم البدل وأماكن انتظار السيارات وتسهيل انتقال الأعضاء بين هذه الأماكن نظرا لكبر مساحة النادي كما نقش المجلس ملف انشاء الجيم الجديد بفرع زايد أيضا التحديات التي تواجه الانتهاء من المشروع نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية وصعوب التوريد بعض الأجهزة نظرا لصعوبة الاستيراد كانت دي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم مجلس إدارة النادي الأهلي عندما ينظر فهو ينظر للمصلحة العامة عندما ينظر اه احنا ماشيين بشكل جيد جدا وبشكل رائع جدا في كل الألعاب ولكن مسئولية مجلس إدارة النادي الأهلي ليست فقط الرياضية ولكن هناك مسئولية اجتماعية ومسئولية كبيرة جدا لكل أعضاء النادي الأهلي أعضاء الجامعية العمومية ومشجعين النادي الأهلي أعضاء الجامعية العمومية اللي موجودين جوا النادي واللي خارج النادي اللي هم ليهم الحق أن هم يفتخروا بناديهم الحقيقة عشان كده مجلس الإدارة دائما عندما يقرر بيضع في حسبانه أنه عنده 70-80 مليون أهلاوي بيقرر عنهم مجلس الإدارة عايزين يعملوا لهم مقرات في كل مكان عايزين يعملوا لهم أفضل المقرات عايزين ينفذوا الوعد اللي وعدوهم به من خلال الكلام اللي حضراتكم شايفينه أن أنا في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية وفي ظل كل هذه الأمور ولكن أنا الأهلي وهعمل وأنا مجلس قدرة الأهلي اللي انتخبت من الجامعية العمومية عشان كده وهعمل كل اللي أنا وعدتكم به حتى مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور لأن أعضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي سواء اللي جوا النادي أو مشجعين النادي اللي برا النادي يستحقوا أفضل من كده وبالتالي كل شيء جيد حيتعمل إن شاء الله خلال الفترة القادمة وزي ما حضراتكم شايفين أول بأول بيكون هناك اجتماع لمجلس الأدارة خاص بكل الأمور الانشائية وكل الأمور الخاصة بكل مقرات النادي الأهلي المختلفة كل التوفيق لمجلس أدارة النادي الأهلي الحقيقة في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الإمكانيات الصعبة والأمور الصعبة اللي بتحصل في العالم كله مش في مصر بس ولكن يظل عندنا مجلس إدارة قادر يقف على رجله وقادر ينفذ كل طلبات أعضاء جامعية العمومية المترجم للقناة المترجم للقناة